هميني قلبيني الضم؟ أنا تعرفت على المسيح النهاردة أنا شاهدت تعمل لي بقى في النقطة دي إن أولادي خلص إن حواء مش مشكورة حصل إيه في موضوع قضية الضم؟ مين اللي حدد صلاحيني للوضع؟ هل القاضي؟ أهل حدد هم؟ سلام المسيح أحباء المشاهدين برحب بكم اليوم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة أولا كل عام وأنتم بخير بهنيكم جميعا بعيد الحب أرجو أن يكون إله الحب الحقيقي هو مصدر النور في حياتكم طبعا دي على خلاف ما أتحفن بي أبو إسلام الأسبوع ده فالحب هو مصدر النقاء والعطاء والتهارة والتضحية بالذات كما فعل المسيح فالحب هو شريعته كل سنة وانتو طيبين دي في حلقتنا النهاردة هو القصة وجدي من السودان وأنا برحب بيك حضرة الأسيس حبابك عشرة حبابك عشرة وخط أماني أهلا بيك أخونا مرة تانية بتشرفنا على برنامج المرأة المسلم شكرا إن أخوت أماني الله يبركك أهلا بيك طيب أحباي إحنا مازلنا في سلسلة حلقات الحدود يعني الحدود في الشريعة الإسلامية إحنا تكلمنا في الحلقات الماضية عن حد الزنا وتطبيقه وتكلمنا عن إيه هو الزنا وكده لكن النهاردة عايزين ناخد حلقة عامة نتكلم فيها عن تطبيق الشريعة إيه اللي بينتج عن تطبيق الشريعة في الدول الإسلامية حلقة اليوم هتكون بعنوان جرائم تطبيق الشريعة في السودان الحقيقة من الأمثلة الواضحة في العالم كله من حيث البلاد اللي بتطبق فيها الشريعة هيكون بالطبع السعودية مثلا وإحنا شفنا إنه في الحلقة الماضية شفنا موضوع تطبيق عملي للشريعة الإسلامية في السعودية إزاي؟ فاكرينما تكلمنا في الأسبوع الماضي عن قضية الدعية الإسلامي اللي اغتصب بنته وعزبها البنت اللي عندها خمس سنوات اغتصبها وعزبها حتى الموت طبعا وسط اندهاش العالم كله بيحكم عليه بدفع دية فقط ليه؟ الناس بتسأل كيف حدث ذلك؟ أي قانون في العالم يشرع ذلك؟ يمكن فيه حاجة غلط؟ لكن الحقيقة إنه تأتي الإجابة بالواقع المرير حدث لأن هذا هو الشرع الإسلامي الذي يقول إن هذه الطفلة كالبهيمة إن أفسدها يدفع دية ولأن والدها فلا يؤخذ الوالد بولد إذن ده كان تطبيق عملي للشريعة الإسلامية في السودان قتل انتهى كعرض عزب ولأنها ابنته ولأنها طفلة ذات خمس سنوات لا تشتهى ملهاش عقاب ولكن فقط يدفع دية وأن الحقيقة يعني سعيدة إن أنا أقول إنه فيه إعلان من العائلة الملكية إنه هم مش عايزين يفرجوا على عن هذا الدعية لكن المشكلة هنا مش إنه العائلة الملكة تتدخل لوقف هذا ولكن المشكلة في التشريع الأصلي هذه مثل عملي على تطبيق الشريعة في السعودية في أمثلة أخرى يعني نجد الكثير من الأمثلة على ظلم هذه الشريعة وخصوصا في المرأة أمور المرأة والطفل في السعودية مثل آخر للبلاد اللي بتطبق الشريعة والحدود هو إيران ومرة أخرى مش حنروح بعيد الأسبوع الماضي كان فيه موضوع حدثة الأسانسير اللي كان فيه الوزير ومعها سيدة معروفة اللي هي كانت رئيسة المتحف الإيراني حاجة زي كده وكانوا بيتعاملوا جنسيا مع بعض أو بيقبلوا بعض في المسعد النهاردة إيران حتطبق الشريعة عليها ليه؟ لأن المرأة متزوجة فحيطبق على هي وقم عليها الحد لكن السؤال هنا هل منعت الحدود اللي بتطبق في إيران الخطيئة؟ هل منعت هذا النوع من التصرف؟ لا بالعكس مع أنه كل يوم يعلق الرجال والنساء على المشانق في إيران المسأل التالت اللي هو يكون موضوع حلقتنا النهاردة هو السودان عندنا في السودان مثل مهم جدا وهو ده اللي أنا أحب أن نتوقف عنده اليوم ونناقش أهمية الموضوع وإمكانيات نجاح تطبيق الشريعة في مصر أو في أي دولة أخرى على حسب النماذج اللي إحنا بنشوفها النهاردة أمامنا طبعا أسيس وجدي أنا برحب بك مرة تانية حضرتك اتولدت في السودان وعشت فيها وكان تعرفك على المسيح في السودان وأيضا أحب أن أذكر المشاهدين أن الأسيس وجدي كان منضم لجماعة الإخوان المسلمين يعني خلفيتك الإسلامية عميقة وأيضا تغيرك كان عن فهم وعن تغيير حقيقي ودراسة وتحول كبير في حياتك نعم بسبب التغيير ده وقع عليك الظلم الكثير نعم ومنها أيضا تطبيق الحد نعم لو تدي بس المشاهدين خلفية بسيطة طبعا ندخل بقى في موضوع كيف ومتى تطبيقة الشريعة في السودان نعم طبعا اتعاملتك كمرتد أخت أماني وده طبعا جزء من تطبيق الشريعة ده كان في نفس الوقت اللي كان فيه المفكر طاها مش طاها محمود 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 طاها نعم فدي كانت في بداية تنفيذ الشريعة الإسلامية وكنا منقول على ده قوانين سبتمبر اللي هو بدأ بيها نعم نعم فجأة نعم بدون أي علم سابق طيب تطبيق الشريعة في السودان ابتدى سنة 82 بدأت 82 ده الإعلان كان إعلان المميري كلمنا عن الموضوع نعم هو في الحقيقة كانت فيه محاولات لتطبيق الشريعة نعم طبعا العرب دخل السودان سنة 1800 وكانت غزوات أو فتوحات إسلامية في السودان نعم وسنة 1898 العائلة المهدي اللي ساعدت في استقلال السودان حاولت إدخال الشريعة في السودان وفشلوا في تطبيقها لأنه اختلاف العرقيات في السودان طبعا عندنا عرقيات وقبائل كثيرة نعم وكان تنفيذها صعب وبعدها طبعا جاء الاستعمار الإنجليزي وأدخل القوانين العالمية أو بالقوانين المستقلة عن الشريعة الإسلامية نعم في حين أنه الإسلاميين حاولوا كثير أنه يدخلوا الشريعة بعدها جاء الاستقلال جاء رؤساء عبود وجاء أسحري وجماعة دولت فما قدروا يطبقوا الشريعة الإسلامية لأنه مرة تانية اختلاف العرقيات نعم فنيميري جاءت سنة 1982 نعم كان هو الرئيس في الوقت كان هو الرئيس وعلى فكرة نيميري كان ماركسي كان شيوعي نعم وما عنده أي صلة بالدين حتى أنه السودانيين كلهم والسودان كله يعرف أنه كان سكير ففجأة أنه حاول أنه يطبق الشريعة الإسلامية وتطبيق الشريعة الإسلامية على فكرة كان مش حبا في الإسلام لكن كان دار يسيطر أكتر حتى تنضم ليه بعض العرقيات الموجودة نعم والمجميع اللي ممكن تعمل تعديد لحكمه بالضبط أعلن تطبيق الشريعة الإسلامية والحركة الإسلامية كانت هناك يعني فرحت أنه سيكون هناك في تطبيق بس الطريقة اللي تم البيع التطبيق كان خطأ والهدف بتاعه كان أنه يستحوز أكتر على الحكم وترسيخ الدكتاتورية يعني مثلا بتجد أنه أول ما بدأ الشريعة الإسلامية عدل المادة 115 من الدستور والمادة هي أنه لا تجوز مساءلة رئيس الجمهورية أو محاكمته طبعا هذا حسب القانون الإسلامي أنه لا يجوز الخروج على الوالي أو مساءلة الوالي بالضبط نعم فأول ما بدأ بدأ بهذا الشيء يعني ترسيخ الدكتاتورية نعم المادة الثانية اللي 128 إنه هو فوق المحكمة العليا بتاعت السودان أنا عايزة توقف معلش حضرة الأسيس اللي هنسمعه دلوقتي نحن نتكلم عن قوانين سبتمبر نعم مش كده أنا أنا عايزة أربط زهن المشاهد باللي بيحصل دلوقتي نحن نتكلم الآن عن قوانين سبتمبر اللي وضعها النوميري والمجموعة اللي حواليه وطبعا منهم عامل أساسي ومهم عضلة كبيرة في الموضوع كان حسن الترابي بالضبط الجماعة الإسلامية قبل ما ننتقل بس أوجه نظر المشاهد لحاجة خلي بالكم من اللي أنتو هتسمعوه دلوقتي لأنه مثلا النهار ده في مصر وتونس وسوريا هنلاقي أن الصراع بين الإسلاميين والليبراليين على السلطة صح وعلى تطبيق الشريع وبنلاقي برضو أنه في وعود من سياسيين إسلاميين ووعيد من شيوخ وإخوان وسلفيين نفس الموضوع ده كنا بنلاقيه في بدايات تطبيق هذا الأمر في السودان وأنه أنه تطبيق الشريعة الإسلامية هنا هيغير الحال ويصلح كل شيء وهكذا نفس الحاجات اللي أنتو بتسمعوها النهار ده هي دي الحاجات نفسها اللي عملها أنه ماري ثنة 82 أو التحضيرات لها الشبه غير عادي الشبه غير عادي لما حضرتك بتقول أنه وضع سلطته فوق سلطة الحاكم هو ده اللي عمله الرئيس مورسي النهار ده لما أعمل أعمل الإعلان الدستوري أنه سلطته هي الأعلى والتعديل الدستوري الأخير اللي عمله نفس الحكاية وبالمناسبة موضوع الترابي في الكلمة دايما نسمعها في التفاسير واختلف العلماء فعندك عندك في هل الترابي هو فعلا كان وراء تطبيق الشريعة في السودان أم لا في أحزاب سياسية ومن المهدية أو العائلة المهدية وبعض القوة الإسلامية في السودان نفد أو أعفد الترابي من هو الذي أدخل الشريعة في حين بعض القوى السياسية بتقول أنه هو الترابي اللي كان وراء الشريعة الإسلامية أيا كان الحال لكن الترابي كان أساس تأسيس الجماعة الإسلامية جماعة الإخوان المسلمين في السودان ونرى النهاردة أنهم يعني بياخدوا نفس النهك نفس النهك ومن ضمن الأمور اللي بنتعلمها عن جماعة الإخوان المسلمين يعني في وقت بدايات السورات يعودوا تحت وبعدين لما يطلع أما يطلعوا في السلطة يبتدوا يبانوا ممكن يكون هو دور أساسي لكن ما بنش في الوقت طيب رجعني القوانين سبتمبر طيب في حاجة تاني في قوانين سبتمبر اللي حصلت يعني دي من الناحية القوة اللي هو تعديل القضاء عدم سؤال رئيس الجمهورية المادة 220 في دستور السودان اللي هي نقط اللي هو نقط البيعة للإمام خيانة عظمة نعم اللي هي زي ما قلنا إنه ما تقدرش تمنع وده طبعا نميري كان بحاول إنه استغل في الوقت ديت السودان كان بمر بجماعة بمجاعة وكان بمر بحالة اقتصادية حتى خطاب نميري المشهور قبل ما يسافر أمريكا للعلاج إنه اللي بياكل ثلاثة وجبات يأكل وجبة ولي بياكل وجبتين ياكل وجبتين ثلاثة وجبات وجبتين وجبة وجبة سوريا عفوا وبعد كده اللي ما بياكل حياة التقشف ونلقى البشير نفسه في الأيام الماضية إنه برضو حاول إنه يتكلم عن حياة التقشف لأنه برضو كانت بتمر مجاعة معناته ستار الدين يعني الإسلام يكرر نفسه في كل مكان يوعده الناس بالكثير والخير ومش حيكون فيه ربا ومش حيكون فيه كذا وربنا حيبارك ويبع عندنا وندخل في أول مئة يوم أنا ححط مش عارفة كام مليار في مصر وبعدين دلوقتي إلى كل فرد لي تلتة رغفة بس النكسة يا أخد أماني عندك دولة أو ناس بمروا بمجاعة نعم والاحتياج إلى خبز العيش وإنت ما قاعد تتوفر لهم في نفس الوقت بتتستر بستار الدين نعم لابد أنه يعني حالة السرقات أو الجريمة حتعل نعم كل ما زاد الفقر كل ما زادت الجريمة طيب كيف عالجوا الجريمة الجريمة تعالجت بالشريعة الإسلامية نعم يعني أول شيء سمعنا به في تنفيذ الشريعة الإسلامية إعدام المفكر محمود محمد طاها كان رجل لي مكانته ولي تبعينه الموجودين في هذا الوقت كان له احترامه الكبير يعني المشاهدين يقدروا يعمله بس جوجل اسمه كان يسمى بالأستاذ فكان لي مكان عند الشعب في أي مكان تقول الأستاذ كان يعرف أنه بتتكلم عن رجل لقيمة قامة مؤلفات ولكن النميري قال أنه هو ارتد أبدا الموضوع ما كان موضوع ارتداد محمود محمد طاها أو الأستاذ محمود محمد طاها وقف ضد النميري في تطبيق الشريعة الإسلامية وقال أنه ده مش الإسلام الحقيقي والنميري طبعا دلوقت هو يتحول من الرئيس نميري إلى الإمام نميري إمام الأمة دلوقت واحد يعني هو دلوقت مات لكن الحقيقة والتاريخ إنسان سكير إنسان عربي إنسان لا يلم بالدين حتى في بعض اللقطات ما كان عارف يصلي وفي بعض اللقطات ما كان يعرف حتى ينطق باللغة العربية فعمل نفسه إمام وفي الإمام بتاعته عشان يستحوز على الكرسي بتاعه فقط فشاف مين شاف محمود 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 قال له دي مش الطريقة اللي ممكن تنفس بها الشريعة الإسلامية حتى في أحزاب إسلامية قالت ليهوا ده ما الوقت المناسب ده مش الوقت المناسب لكن نحن النهار ده بنشوف برضو على أرض الواقع في التاريخ القريب إنه ده بيحصل من المعارضة الإسلامية حتى المسلمين الموجودين دلوقتي إذا كان في تونس أو إذا كان في مصر بيقولوا لا مش هو ده الإسلام الحقيقي مع إنه الحقيقة إنه واحد زي الشيخ اللي خرج وعمل فتوى تحليل قتل المعارضين هو الحقيقة قال فتوى حقيقية و و و أرى مرجع حقيقي ده موجود وفعلا لازم اللي يخرج عن الحاكم يقتل حتى يعني نسكر إحنا تكلمنا قبل كده عن إنه لو في اتنين انتخبوا واحد منهم يتقتل علشان محدش يقف أمام سلطة الحاكم دي أنا شايف فيها حاجة إنه السلطة الإسلامية للحاكم بتبقى دائما السلطة الدينية هي السلطة الأعلى علشان كده كل حاكم مسلم عايز ياخد السلطة الدينية في إيده وده برجعنا لمؤسس الإسلام نفسه نعم هو عمل نفس الحكاية بالتأكيد خلينا أقرأ لك اللي قاله عبد الحميد كيشك في الموضوع دي إن الحملة التي تعرض لها الرئيس نميري بسبب تطبيق للشريعة الإسلامية قد تعرض لها من قبل سيد الأنبياء والمرسلين طبعا محمد أي وهل يضر السحاب نبح الكلاب معناته أنا حنفذ اللي عليه نعم والباقيين كلهم كلاب و ده النهار ده بعبارة تاريخ اليوم اللي بيحصل على أرض الواقع اسمها عبارة موتوا بغزكم ده الإسلاميين بيقولوا للناس دلوقتي فكيف أنا اليوم عايز أطبق شرع الله ودع اللي من حوالي كلاب نعم وطبعا أول اعتراض أو نشوفه حتى في السيرة النبوية أم كرفة لما اعترضت